اشتركوا في القناة متوسطة بالنسبة لدرس اليوم بالنسبة لدرس اليوم سيكون عبارة عن إجابة لإدماج جزئي تعرفنا عليه في الدرس السابق أو في درس مؤسسات القضاء في مادة المدنية اليوم سنتعرف على إجراءات التقاضي ولا رفع دعوة قضائية إذا نبدأ مباشرة نحن نشوف الإدماج الجزئي بعدها نحن نشوف الحل الإدماج الجزئي للتقاضي جملة من الإجراءات اذكرها ننتقل الآن للحل ننتقل الإدماج الجزئي إذن إجراءات التقاضي أو رفع دعوة قضائية في القضاء المدني في الدرس السابق تعرفنا على مؤسسات القضاء وأنواعها بالنسبة الرابط على الدرس سيكون في صندوق الوصف قلنا في الدرس السابق باللي القضاء عنده أنواع أنواعه هي أول حاجة وهو القضاء المدني ثانيا القضاء الإداري وثالثا محكمة التنازع عندنا بالنسبة الإجراءات لأننا رايحين نشوفهم اليوم راح يكونوا في القضاء المدني في القضاء المدني نبدأ أولا تعرفنا على مؤسسات القضاء في القضاء المدني قلنا أول حاجة وهي المحكمة الإبتدائية رايحين نشوفوا شيئا الإجراءات والخطوات لنتابعوها باش نرفع دعوة قضائية على مستوى المحكمة الإبتدائية أولا رفع دعوة قضائية مدنية في شكل عارضة مكتوبة لدى مكتب الضبط تحمل بيانات المدعي وطلباته وبيانات المدعى عليه وتاريخ رفع القضية واسم المحكمة أول حاجة رايحين نكتبوه عارضة ما هي العامضة هي عبارة عن ورقات تحمل مجموعة من المعلومات المهمة مثل بيانات المدعية يعني الإسم تعوى اللقاب تعوى العمر يعني البيانات تعوى عامتا والمعلومات تعوى وطلباته يعني وش بغى من خلال هذا للدعوى هذه القضائية وبيانات المدعى عليه المعلومات تعالى المدعى عليه تاريخ رفع القضية واسم المحكمة ثانيا إداع العارضة لدى مكتب الضبط ودفع الرسوم القضائية بعد تسجيلها رايحي يحط هذا العارضة هذه عند مكتب الضبط لهو مكتب كين في المحكمة ومن بعده يدفع الرسوم القضائية لهو عبارة عن مبلغ مالي بعد تسجيلها ثالثا تحديد موعد الجلسة يعني التاريخ اللي رايحين يقوموا فيه بالجلسة رابعا تبادل العرائض بين المدعي والمدعى عليه حيث يتولى المحذر القضائي بالتبليغة يعني راح يتبادلوا العرائض بين هذا المدعي والمدعى عليها والمحذر القضائي رايحي يبلغ هنا خامسا عرض الصلحة القضائية على الطرفين يعني القاضي هنا وشحدي راح يعرض على الطرفين هذو أو على زوج أشخاص هذو يعني المدعي والمدعى عليه راح يعرض عليهم ما يسمى بالصلحة القضائية تعرفنا عليه في الفيديو ليفات ليهو فيديو مؤسسات القضاء كما قلت لكم مرة بتاعه راح يكون في صندوق الوصف إذن راح يعرض عليهم الصلحة القضائية وهنايا إذا أحد من الطرفين أرفضها الصلحة أو طرفين أرفضها الصلح رايحين يعقدوا جلسة المحاكمة بشكل أعلني يعني في العالم وبحضور الأطراف يعني الطرفين هذو ويتم سماع الخصوم والشهود ويتدخل المحامون للدفاع عن موكلهم سابعا إصدار الحكم بعد جلسة الاستماع بالإدانة أو البراءة يعني بعد ما سمعوا الجلسة هذه أو جلسة المحاكمة هذه رايحين يصدروا الحكم سواء الإدانة أو البراءة وثامنا تنفيذ الحكم من طرف أجهزة الدولة إذن هذو هما الخطوات هنا حابا نركز لكم هنا بأنه الدرس أو الحاجة اللي رايحين نركز عليها في الدرس هذا هي الإجراءات التقاضية على مستوى المحكمة الإبتدائية يعني هذه هي اللي لازمكم تحفظوا هذه اللي لازمكم تركزوا عليها أكثر لأنه على مستوى المجلس القضائي والمحكمة العليا ما نشرحين نركزوا عليهم بزاف رايحين نعطيه الخطوات عامة فقط ثاني جزء لهو إجراءات التقاضي على مستوى المجلس القضائي رايحين نقدر هنا نقول إجراءات التقاضي ولا رفع دعوة قضائية في القضاء المدني على مستوى المجلس القضائي كما قلت لكم عندنا أجهزة القضاء أو مؤسسات القضاء هي ثلاث قلنا المحكمة الإبتدائية المجلس القضائي والمحكمة العليا تعرفنا على الإجراءات التي نتبهها أو إجراءات التقاضي على مستوى المحكمة الإبتدائية نروح حضرك على مستوى المجلس القضائي عندنا أول حاجة نديرها هي الطعن بالاستئناف ثاني حاجة إذا عريضت الاستئناف أمام المجلس ثالث حاجة حضور الجلسة ورابح حاجة سامع القرار الفصلي إذن نشرح الآن قلنا أول حاجة هي الطعن بالاستئناف وشمعناها الطعن؟ هو مصطلح تعرفنا عليه من قبل في جزء المصطلحات بالنسبة للمصطلحات اللي ما فهمتوهمش رايحين تلقوهم في الشرح التاحل رايح يكون في نهاية الفيديو السابق اللي رابط تعوه رايح يكون في صندوق الوصفة أيضا تقدروا تلقوه على القناة عندنا أول حاجة الطعن بالاستئناف يعني رايحين يطلبوا بتغير هذا الحكم هذا أو التخفيف من هذا الحكم ثانيا إذا عارضة عارضة تعرفنا عليها من قبل أيضا قلنا هي عبارة عن ورقة تتاوي على مجموعة من المعلومات المهمة نسميها عارضة الاستئناف أمام المجلس هذه العارضة رايح يدعوها أمام المجلس ثالثا رايحين يحضروا الجلسة ورابعا رايحين يسمعوا القرار الفصلي أو القرار من داع المجلس القضائي إذن بنسبة الإجراءات تقاضي على مستوى المجلس القضائي هي الطعن بالاستئناف إداع عارضة الاستئناف أمام المجلس حضور الجلسة وأخيرا سماع القرار الفصلية ننتقل الآن إلى إجراءات تقاضية في القضاء المدني على مستوى المحكمة العليا درنا على مستوى المحكمة الابتدائية وعلى مستوى المجلس القضائي الآن نحن نروح على مستوى المحكمة العليا أولا الطعن بالنقذة أمام المحكمة العليا ثانيا مراقبة الإجراءات القانونية والتأكد من سلامة يعني هل الإجراءات اللي داروها على مستوى المجلس القضائي سليمة أو لا ثالثا في حالة قبول الطعن يتم إعادة المحاكمة أما في حالة ترفض هذا الطعن يبقى قرار المجلس القضائي هو القرار النهائي وأخيرا نقرأ على مسامعكم مجموعة حكم مرتبة لإدراك قواعد معرفية قد تحتاجونها في حياتكم اليومية كلما أعطينا قيمة أكثر للأشياء كلما قللنا من قيمة أنفسنا لا تربط سعادتك بشخص أو شيء فالأشخاص ترحل والأشياء لا تدوم لا تحاول إرضاء جميع الناس لأنك بذلك قد تخسر نفسك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فاربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة سلام الله عليكم